كان عايش في راشين كيفش هم مسلمين ويسميوا على الإمبراطورية هو اللي يجبد الحكاية هذي انتعلي انه هو وليد عثمان هذا أورهان اللي اقتل خوه على الدين لأنه مشي من نفس الأم لأنه يمها عراقية لأنه هذا عثمان كان متزوج بقيلة بربعان ساو تاريخيا يقول لك وقيلة كان متزوج بثلاثة وحدة ماتت ثم تزاد التزوج المهم هذا أورهان هو اللي جاب الحكاية الانكشارية الجيش انتاحهم الجيش انتاع التركمان كانوا يروحوا يختص بونسا ويسنوا حتى تولد ويجيبوا هذا الطفل وبدأت هذه القصة لكن في وقت مرادة ثاني مرادة ثاني هو اللي دلهم ثكانات وولا يشجع هذا الأمور وولا ويروحوا يختلطوا يطلعوا للشمال يروحوا للدول اللي كانت في الشمال منهم جورجيا ويجيبوا النسا ويمشوهم معهم في قوافل ويولدوا وهذو كثرة للمهم وداروا بهم جيش اللي واسموا الجيش الانكشاري هذه الانكشارية كانت هي قوة ضاربة في الجيش الاثماني من بعد هذو الانكشاريين ما عندوا لبابه لا يمها يمها يقتلوها غيرتو والدو يقتلوها بس احف التاريخ ما يقولوا شبالي كانوا يقتلوها لأنه نتحدى إنسان يجيبنا واحد بس كيو حبو يستنسخوا واحد المماليك في وقت المسلمين يعني الأيوبيين يعني الدولة الأيوبية جت من المماليك يعني هذو الناس اللي ما عندهم شو ولادهم كما قطز قطز كان عبد لأنه قطز كلمة قطز هي كلمة فارسية معناتها الكلب الشرس قطز اللي معروف يعني في مصر اللي حكم مصر هو من المماليك أيبك من المماليك اللي تزوج بشترة الدر وبعد مرته سمعته جاته وقتلتها وضربوها بالقبقى بعدها ماتت دونك هذو المماليك داروا أمور اللي يعني يعجز اللي سنة اللي وصلتهم وكانوا مسلمين لأنه يعلموهم الإسلام من اللي يكون يعني في عمره 4 سنين 5 سنين دونك طلعوا ناس ما يخافوش وكانوا وعرين بزاف دونك نجم الدين وعز الدين وصلاح الدين هذو قاع مماليك صلاح الدين نو من صلاح الدين وحبط نورمال ما يقبل صلاح الدين في وقت شجرات الدل هذو قاع كانوا مماليك كانوا عبيد جابوهم ربوهم رجعوهم يعني فرسان ومبعد حاربو ومبعد وين تنشهروا في معركة عين جالوت قطوز الرسالة اللي بعثها للتاتار الزائم تاتار اللي هو واسمه نويان اللي قهر يعني قهروه المصريين وخلاصة يعني الماغول ثم صايا يقضوا عليهم من بعد التراكة في التاريخ حبوا يستنسخون نفس الأمر وحبوا يديروا شيء زي ما طوروه الانكشارية لكن اللي قضع للدولة العثمانية هي الانكشارية هي اللي قضعتها للدولة العثمانية لأنه قا خوانا وقا مرتزقة فيهم حتى مصباليا هذو الانكشاريين فيهم كانوا يعطلهم في هذا الوقت الكتالونيين هذو اللي كتالون اللي راحوا مرتزقة الرومة ومن الرومة اللي فيه حدود بيزنطة بكري من ثم دخلوا للأناظول وداروا ولو كشغل داروا جماعة تاقطع طرق ومباد جابوهم وتخلطوا وجابوا ذراري كين اللي ماتوا منهم بصح هما ينحدروا من سولانة مشي تركية فيهم فصائل اللي بالاك تفوت ألف إلى ألف وخمسمائة شخص اللي هما من أصول كتالونية من إسبانيا ودخلوا في الانكشارية وداروا الفوضى ولو غدت عنسا ولو يقريسي ولو جروا المشاكل من بعد كيزاد ودخلوا في وسطهم اليهود لأنه هي بدأت القصة تاعد تدمير هذا العثمانيين وانتا بدأوا يريبوا في ألف و تسعمية واثناش تاعد سميم تاعد الخبز نهار اللي داروا لهم البوازون في الخبز ونهار اللي ولد كان مشكل في التجارة مع ألمانيا وبدأت ألمانيا تخلط فيهم ومعروفة القصة بعد يجي واحد يقول لك لا لا تركيا وراكم تخرطوا وراكم كذا تركيا معنداش تاريف تركيا كينا هادروا على تركيا تركيا راهي الصراع نتع تركيا يعني من من وقت عمرو بن العاس اللي حاب يفتح تركيا وما كدلناش استعصاتها والحكاية انتع السد هذا اللي بنيها في الويت يعني البابور طلع في جبل هذيك في وقت عمرو بن العاس هذيك وين فالقصطنطنية عاب يدخلوا القصطنطنية وما كدلش دونك المسلمين ننثموا ما يحاولوا حتى المن حتى المحمد الفاتح باش فتحوا القصطنطنية فضل مريو لا لا عندك الحق تيقر لا أنا كي نقول لك عندهم تاريخ بسببها در بلي تاريخ أبيض هم عندهم تاريخ أزود عندهم تاريخ يعني تجازو عليهم اللي بيزونتان تجازو عليهم مجزو المونجزو عليهم قال لي غريك دنيا قعد جزت ملتما ما بلو شوفال إستوار وقال هذيك شوفال تروال ترياد هذيك وقال إستوار عندهم بزاف إستوار بالصحة تاريخ أسود كما راك تهدر تاريخ معمر بالدماء وحبت نقول ثاني على عقبة ابن نافع رضي الله عنه عقبة ابن نافع الفهري وكان المقاتل شارس على كل حال وشنو كين ناس كان يقولوا باللي كانت فيه غلظة شوية علش معاوية ابرا أبي صوفيا نحاهم من البوست اللي كان فيه ودار أبو مهاجر دينار يعني كين كل واحد وشي يحكي يعني واحد ديستوار هذي والله غير تدخل فيها غير تتبح رقع يعني هو يقول كانت فيه غلظة حتى معاوية يعني ودار أبو مهاجر دينار وش تقدر تقولنا في الحاجة هذه أبو دينار مهاجر ولا أبو المهاجر دينار مهم هذاك لجاند زاير اللي حكم كوسيلا أولا اللي خلف بعد الموت أنت عقبة بن نافع مشي هو أبو دينار المهاجر لأنه كان قاعد جيوش في عاصمة الغرب اللي هي القراوان اللي اللي بعثوه بعثوه من معاوية بن عبي سفيان وموسى بن نصير في آخر أيام لأنه موسى بن نصير كان صغير وكان يعني باباه كان يختم في قصر من قصور تال الخليفة وكان من عامة الشعب مما كان حتى علاقة أنه عزلوا مكاش من هقع لأنه هو جفاتح وينشر في الإسلام كيفاش يعزلوه هو يروح البلاد شنقين وفي وقت المسلمين كانت الناس ما كانتش تتمرد ما كانت وحد اللي تمرد والحكاية اللي يصرع عليك التفاهم بين سيدنا علي وسيدنا معاوية بن عبي سفيان هذي يكتسرع وخرج سيدنا علي يدافع على سيدنا معاوية نحن ما عندناش مشكلة نحن ما ندخلوش في التفاصيل هذي ومبعد واحد يوكل لاراك غالطنا لأنهم في زوج صحابة وفي زوج كده وما ندخلوش هذا التفاصيل لأنه مستوى لأنه ما يسمحناش باش ندخلو تذلي دي طاية لكن الناس اللي يقول لك عزلو بكاش من هذي لأنه هو كان الوالي تعالقيروان هنا ومبعد عودت ارتدت ومبعد جاليها حاربها ومبعد كي انتصر عليها استسلمت اللي هو راح راح تفاهم معاها ومنا ودخلو آآ نسمي لك حتى للأماكن يعني البلايس اللي 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 نضموا للقوافل تا المسلمين اللي راح يليوم واسمها ششار ششار وباغاي وحين البيضة و يعني وكانت كائن قبائل حتى في الشيليا آآ وداروا اول مسجد ثم داروا مسجد ومنو دار للقضاء ودار الاخر كان هذي هي البروسيدور اللي كان يديروها اليوم راح يوسمها الزوي جاية في خنشلة والبلاسة واسمها الزوي الناس يروح يسقسي ومعروفها الزوي في خنشلة دونك خلاص تفاهموا مننا خنشلة من بعد كل سلاح بيتزوج بنتكا هنا اللي واسمها خنشلة اللي اليوم مسمي عليها ولا يتخنشلة شرطة له شرط انه يقتل عقبة بن نافع لانه الاتباع التحى راحوا عليها حبت تقتل عقبة بن نافع هو تآمر مع البيزنطيين وجاوا وتفاهموا منا وداروا لقوم بسكات وقتلوه لكن نهار اللي قتلوه ما كانش مازون لانه كان مولي من بلاد شنقيط اللي هما الاداريسة موريطانيا حاليا كان مولي التونس مولي للولايات تاوه تنقتلوه في الطريق أمروا واحد في بلاستو اللي كان نايب تاوه اسمه زوهير كذا من بعد نقول لك هو اسمه اسمه من بعد جاء موسى بن نصير للقيروان ومن القيروان دخلوا لتبسة لانه تبسة كان فيها مساجد وكان فيها على الصلاة والسلام كيكن النبي على الصلاة والسلام حي العباس جاء للجزائر وهو الفيديو تا سيدو مير كان معنا مقب�ل عنده فيديو يحكي عن العباس النهار اللي جاء للجزائر يعني في حياة النبي جاء للجزائر و دخلنا تبسعت لانه أول مكان اللي كان فيها الاسلام هو زوج ولايات تبسعت هو تسوف زوج ولايات حاليا اللي دخلوا في الاسلام هم وتسوف وتبسا منه بداية انتشر الاسلام قتلوا في بسكرا ما قتلوا لي انه كان مولي والناس اللي يستقنوا في خنشلا يعرفوا باللي بسكرا مشي بعيدة تروح على الصحراء التاششار تقدر تروح اي براسة تقدر تروح لزريب التلوات تقدر تروح لسي دي ناجي وبالمناسبة خنقة سي دي ناجي رأوا فيها جامع ابناه تلميذ انتا عثمان ابن عثان الناس اللي ما تعرفش التاريخ والناس اللي رام يجو اليوم يقولك لنا التاريخ وعندنا كذا رأوا كاين مسجد روحوا الناس اللي تسكن في خنشلا والناس اللي تحب تبحث رأوا كاين يعني مسجد مبني في وقت سيدنا عثمان ابن عثان ويعني والتلميذ التاعه واللي بنى الجامع هذا اللي رأوا في سي دي ناجي خنقت سي دي ناجي روحوا دي حوسوا وقرعوا يعني كاين أبلاك برخام كبيرة وانا شربت منه البير هذاك الجامع هذاك روح تصليت فيه وشربت من هذاك البير يعني فيه ما تنخلق ما بارد في فصفي اوت ما بارد في البير هذاك وما زل يومين هذا البير هذاك عنده اكثر من اكثر من عشر قرون وما زل فيه الماء وبارد الماء هذاك يعني بعد يجي واحد يقول لك لا لا الاسلام تخل أخي روح امشي هنا والطنوبل وروح حوز وسقصي وكسر مع الناس وانا رحت الاماكن في خنشلا اللي بالك فيه خنشلا ما يعرفوه مش ورحت الدوار صغير يسموه بالخوخ وروحوا الناس هذو اللي يستكنوا فيه بالخوخ يحكيون لكم من تاريخ المنطقة لانه كين انسان ثمه عنده اكثر من مئة سنة طاني الاسل كثر خيره على كل حال ان شاء الله إلا كان مازال حير ربي يطول في عمره وإلا كان مات ان شاء الله ربي يجعله من زمرة شهده لانه كبير وحافظ القرآن ما يعرفش يقرأ حافظه بالسماء وحكيت معاه هذا الانسان وعنده واحدة المأزاة تحكيه ودني للدار وكرمني بارك الله وفيها على كل حال الناس اللي يجي يقول لك لالا وعزلوه وهذاك لالا أصله مشي منه اللي مش تخني فيه أصله المهم مسلم خلاص تربح احنا عمرنا ولا نسبنا كنا باللي عقبة بن نافع أصله جزائري هو عربي ومش بها الجزائر العربية جي للجزائر فاتح وحضرناه وحنا ما زلنا يعني عنده فضلة كبيرة علينا صراحة لأنه احنا نحب وسيدنا عقبة لأنه هو اللي جابنا الإسلام للجزائر وهو اللي استشهد في سبيل هذه القضية وبرك الله فيك تفضل لها ديزا دوريون المتفق ما كتقر وشك تهدر صح وشك تهدر وشك تهدر وشك كان حاجة أنا قدب شعلك كان مخي تخلط شوية في هذا الأمور بسك كان هناك نطر فرسيون كان هناك نطر فرسيون هؤلاء هو المشكل كان هناك نطر فرسيون قال لك لا 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 كوسيلا كيدخل لعقبة جابوا واحد الكباش هكذا وقال لهم تدبحوهم كذا منا عقبة قالوا راح تدبح معهم هو ستيكي ما نقول لك كان قائد كوسيلا هذا كان شغل كي ما نقوله الجنرال معلم باليش شغل دا قتلوا محملهاش كي قالوا راح تدبح الكبش معاليزي اسكلاف هذوك واشده راح تدبح الكبش وحكم بالدم وقال لك مسح الأحيته بالدم كي شافوا بنو نصير هذك الكلمات قالوا هذي سيتان سيتان فرسيما فهمت شغل ما قيمه وشفاله هذي على الباك على وين أمام هذه الحكايات تقدر تكون خرطة البروبلام في التاريخ هذا سيكي وين تسيب الصح سيكي على الباك تتبحر هذا هو شوف المهاجر أبو دينار المهاجر وموسى بنو نصير اسموه ما قدرتش نحفظه أبو المهاجر دينار أي أبو المهاجر دينار وموسى بنو نصير جاءوا للجزائر بعد موت عقبة بنو نافع وبعد الدفن التاوب أكثر من ربع شهول دونك هذي الحديثة مستحيل تكون صرحة لأنه عقبة بنو نافع كي جاء لتزاير هما كانوا مازالوا في الشام كانوا مازالوا في دمشق كي راح هو الشنقيت قاعد ثم في الشنقيت كتر من قاعد مدة ملاباليش حال قاعد بسكي تلحق البرصة ما تقدرش تلحق هذه مشي طنوبيل تلحق من ديرينيوم أجمع لأنه في هذاك الوقت كان كاين الإسلام الأداريسة كان واحد من أحفاد انتا ماشي الحسن ماشي تالحوسين انتا الحسن بنو علي واحد من أحفاد التيعه اللي حبوا يقتلوه الشيعة في العراق هرب هراح اللي عند الأداريسة اللي يمبعد واسمه إدريس سماهم الأداريسة نسبة لن هذا إدريس دونك الناس اللي يتخلط يقول لك لا لا وقتلوا وتمردوا وحبي يدير دولة واحدة وكل واحد وشي يحكي نظن أنه حتى الدكتور دومير رأوا معنا هنا إذا كان هنا يتفضل الجيات أنه توضح في هذا الأمر لأنه هو متخصص في هذا الجانب إذا رأوا معنا الدكتور دومير يتفضل يأتينا غير إضافة يبقى تصحرنا هذا بعمل نعم فرنشي يبقى لك دكتور دومير نعم باتلوا مرحبا بك دكتور الحمد لله يعني كاوتو اللي ترى أنا نحكي وعلى تاريخ دخول الإسلام أنا سمعت وعلى الفيديو تحكي فيه على عم الرسول عليه الصلاة والسلام النوجا يعني قبل من القدوم من تع عقب ابن نفع للجزائر تأكد هذه المعلومة السلام عليكم أنا نظن اللي جاه هو ما هوش عم الرسول بل ما ذكره الواقدي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ونظن أنه كان واحد الجيل من صغار الصحابة حسب ما ذكره الواقدي في كتابه تاريخ أو كتابه فتوحات إفريقيا ذكر بأنه بعض ثلاث والأربعة من صغار الصحابة حضره في الفتح الإسلامي لكنه يحكي على الفتح الأول لفتح القلاع المتعلقة بالرومان بسكو كان فتح أول كان على حساب البيزنطينيين والفتح الثاني كان واجهت فيه الفتحات البربر لأنه نعرف أنه كان حملت تعمر ابن العاص اللي هي لحق ليبيا حتى الترابلس وبرقا ومبعد كانت حملت نافع بن عبد القيس حتى هي حبست في ليبيا ومبعد كانت حملت بن سعد هذا الحق لتونس ومبعد كانت حملت ملزمة ومبعد كانت حملت عقبة بن نافع عقبة بن نافع رهو جام مرتين جاء الأول الحبس فيها في تونس والثانية راح فيها للمروك ورجع وهي اللي مات فيها ومبعد كان راح لم موريطانيا لا أنا نظن أنه عقبة بن نافع راح للمروك ولكن أغلب تشوف الخريطة وتتلقي لماذا داير في موريطانيا دورة كبيرة كشو الرسم رقم ثمانية في موريطانيا تسمى دار وعود الرجاع وعود دار ولكن طلع على الشمال أغلب الظن لأنه كان الشمال أكثر عمرانا من الجنوب مستحيل يكون راح فقط لاتجاه موريطانيا نشوف هنا في الجزائر عقبة مثلا مشاه مع الجبل الأوريس ومشاه مع الهضاب هذه التيارة يعني ربما أنا أظن أغلب الظن لأنه كي الناس كبار أنا أحكيت معهم شخصيا عقب على أدرار إذا كان راح للمروق نظم أنه يخلي يعني يخلي الإطرال ويروح على الصحراء لأنه كي راح راح الموريطانيا على الصحراء وكي حتى قبائل في جوية هنا في تندوف ويعني كي الناس يعني ناس كبار اللي يحكي ويعني يحكي ويعني ماهيش يقول لك أنه راح عقب على تندوف كان رايح الموريطانيا عقب على تندوف في هذا كزمان كان كين واحد العالم من سيت واسمه كان عايش في موريطانيا يقول كين واحد القبيلة واسمها رقيبات هذو الناس اللي من رقيبات كينين في موريطانيا وكينين في الجزائر وكين من هم حتى في المال هذو الناس رقيبات الكبار كين تحكي معهم يقول لك كين واحد الانسان جامعة اللي هو اللي راح للصحراء الغربية الأرض السيبة ويقول لك عاود جامعة حتى الجوية بشار ومن بعد عاود راح والزوج هذو كل مات كين زوج اللي من بعد يجي والزوج هذو كل مسمي العباد العبدالله واحد عبدالله المهم واحد إباضي واحد مالكي واحد اللي راح للمروق هذي بعد بعد اللي جاء بعد الموت بعد الاستشادة عقب ابن نفع والله هو أعلم المروق ما هيش ثابتة باللي عقب ابن نفع أنا مقريت حتى واحد يحكي أنه عقب ابن نفع راح للمروق والله هو أعلم ممكن جدا مش سعب أنه نتحق يعني لأنه كين تحقيقات تبعت الخريطة من خلال أسماء المدن المتسلسلة في ذكر الكتب يعني مش سعب نتحق منها أنا حسب توقعي أنا عندي مدة ما قريتش في المجال هذا لكن حسب توقعي أنه عقب وصل حتى للمروق وعاود نزل حتى الجنوب وين الصحر الغربية بلاك شمال موريطانيا وعاود رجاع حتى البسكرة وين ستشهد الله يرحمه وبعد ممكن الفتوحات اللي من بعده ما يش مشهورة أكثر لأنه حملته كانت كبرى لكن الحمالات اللي من بعده كانت فعالة أكثر كما مثلا موسى بن النصير ولا حسان بن النعمان هذوما أيضا شكون اللي قتل الكاهنة كاهنة قتلها حسان بن النعمان يعني حتى من بعد عقب بن نافع باقي بعض المقاومات البربارية ولكن الشيء الجميل أنه لما قتل حسان بن النعمان الكاهنة قولوا في برعاتهم لما قتلها البربار في هذه اليوم أسلموا جماعاتا ووحدانا أسلموا بمئات الآلاف في يوم واحد حتى وكان يوم رمضان اليوم اللي أسلم فيه البربار كان فيه رمضان لهم أسلم نقصد البربار نقصد تاع المنطقة هذه اللي هما الشوية اللي هما كانوا فلوريس مئات الآلاف مكتوبة عند الواقع دي بأنهم أسلموا في يوم واحد يعني على دفعة واحد هذا اللي نعرف على العقبة وحسان والحملة التاع دكتور أنا عندي سؤال برك ما هو السبب الحقيقي لانقلابك وسيلاء على عقبة بننافع طيب أظن أنتقام شخصي يعني أظن أنها لم يسلم الإسلام الحسن في قلبه يعني لم يقتنع يعني باقي يحمل حقد شخصي هزها بشكل ما حبش يتقبل لأنه تعرف أنه سيد في قومه والسيد في قومه يعني مفروض أنه يجي سلطة أعلى من سلطة وتعم هذه المنطقة لازم يتقبلها بقلبه يأمن إيمان تام أنه خضع لدين جديد وهذا الدين هذا رباني وكل سلطة ترجع للدين فلكن هو ما باقي ناقم على الناس اللي جابوا له الدين معناها مشكلة في قلبه أنه إيمانه ربما باقي شوف فيه أنا نتوقع أنه لم يؤمن ذاك الإيمان الكافي أنه يقنعوا بأنه الإسلام ما فيه شركة الرتب والملك اللي كان يتوقع فيه كسيلة أنه ربما الرومان حفظوا له على ملكه لأنهم بينات مصلحة تابزنس وباقيين متعايشين معاه وهذاك الجيل تاب البربر من الملوك تاحم والزعمة يعني لما كانوا متعايشين مع الرومان كانوا الرومان حفظين لهم ملكهم حتى الإسلام يعني لو كان نفهم بالإسلام صح حتى الإسلام خلى الملوك شوفنا نحن بلقيس وشذر لها سيدنا سليمان لما آمنت رجعها ورجعها على ملكها حتى الإسلام جاب هذه الشريعة بالضبط نفس الشريعة الملك يبقى الأهل لأنه أصلا كسيلة لو كان حسن إسلام وطوع بنفسه في الجيش الإسلام ولوه لكان دار خير من طارق بن زياد نحن نظرك نشوفه شخصية طارق بن زياد في الإسلام معروفة حتى في ماليزيا لماذا؟ لأنه من نفس القبيلة تقريبا هو بياه من نفس المنطقة ومن نفس العرق لكن طارق بن زياد لما حسن إسلامه وأنقاجه في الإسلام بوقته جهده وسيفه عزيمته خلى بصمة ما خلى هاش كسيلة يعني وما القريكو سيلة كان قائد وكان من أشراف أكثر من طارق في النسب براك الله فيك وهو أمام كسيلة كتل عقبة بن نافع ماشي وحده يعني حتى مع الجيش الروماني لا لا مع الرومان هم اللي عاونه ماش قتله عقبة بن نافع ما عنديش علم على تفاصيل العملية للقتل لكن هي معركة وكان قيلة أنه عقبة يعني واجههم فيها بشكل مغرور شوي يعني عقبة رجل قوي وما حبش يقيم المخاطر يعني شايف بعض المخاطر شايف بعض نقاط القوة محيطة به ربما هذه إشارة إلى أنه الرومان كانوا حاضرين ولا كانوا أحاطوا به عشرين ولا خمسين شخص جوسيفا لكن قرأت في وقت قديم حديث القراءة يعني أنه عقبة شوية اغتر بسيفه وبصحته قالت قادر نواجه أكثر من شخص ولكنه كانت آخر يوم في حياته وعاشوا هنا في بسكرة في سيدعو دكتور يقال كانوا 300 أن الروماني هم 60 يعني كسر الأغماد وقال لهم لا عودة تروا 100 كونتر 60 يعني هذا قليل يدير على كل حال رضي الله عنه نظن كان علاقة ما بين كسيلة والكاهنة في النسب هل هي بنته ولا هو ولدها ولا إنسيت كاش من عنده وخبار في هذي كان راجل بنتها بنتها اللي هي خنشلة بنت الكاهنة اسمها خنشلة اللي مسمين عليها وليت خنشلة بنت الكاهنة الكاهنة في تهودا كاهنة هنا نعرف بلاصة في بير العاتر مكتوب فيها لافتة هنا ماتت الكاهنة ومدير لهذا أقبر لافتة كوك أنه كين مرويات تاريخية شفوية على أنه حتى كين البير اللي جنب البلاصة اسمه بير الكاهنة جاي في بير العاتر في المدخل تعبير العاتر لا اللي قتله الكاهنة اللي كاينة في بسكرا كاينة ما بين سدي عقبة وسريانة في تهودا هذي تهودا هذي واحد الفيلاج كيتي عقب عليه فقوض بابا هذو كوما اللي قتلوا عقبة وتفاهموا عليه باش قتلوه وعلى باليش هاو الدكتور يصحنا كالعنا سمنا من بسكرا وعلى بالي بالأمور هذي والله هو يعلمنا انت مادام انت من بسكرا حكينا على سيدي زرزور كاي يقولوا أنه كان روبين هود تبسكرا صح كينا منها ولا لا قالوا يقول بسكرا أنه كان ينحي الأغنياء ويعطي للفقارة ومتفون في وسط الواد ويحمل للواد وهذاك الولي القبة هذيك ما جامل ديها الواد والله كاي نمنا أنا شفت الواد بعد يعمر الدنيا كله تطهبط يديها معه وهذاك يبقى كيما راهوا وداروا البون هم داروا البون من جهة الوتال الوتال عقبة هذاك الوتال دي زيبان عقبة الفلياش يفوت عليه بالقنطرة وهذاك مزال في وسط الواد ما راب ما هو أنا جامل قدمت له نشوفه هو بيض هو في وسط الواد مبني بس صحيح يعني تحير كينا عمور ولغا تسغرب فيها تدوغ فيها وقالوا لي ناس في بسكرا قالوا لي بالليكاين حتى يعني في في السبعينات جاءوا ناس من فرنسا وقالوا أنه ما هوش جزائري كينا من هذا القصر يقولوا بس من اللي زدنا أنا زدت في الخمسة وستين من اللي زدت وانا شوفه في وسط الواد لما وما يقولوا هما كانوا ناس هذو متاسيدي زرزور احنا نقولوله كما نقولوا الصمرة البشرة التحبة الصمرة كانوا يدوا ثم ويدبحوا قداموا المعزة والأخروف ويددوا الكسكسي وكذا نشوفوهم بس صح كلهم بساكرة كلهم جزائريين يسمى تقاليد من شاء لبالي برسكا خلطة ثم فهمتي بس صح نرمال يسمى ما يشارك والله دكتور وعندك معلومات على فتح الأندلس غيطاشا هذا تسمع به يظهر أنه دكتور دومير مشغول شويا نعليش تفضلوا الأخوة اللي حبي يدخل عن سقسي أخويا زهير ولد زيان أصلهم ومنين يسمى ولد زيان كي منقول أنتاك عكدور تتزير كله على بالي بيك تعرف على سما اللحك كي تطلع طلعت بو منقول شو تهبط يجيك لطايا الفير مضيفو كي تقبل الطريق الأخرى البرانيجة مورة منها هذيك زونة كله ولد زيان أصلهم ممنين والله ما نكذب عليك أصلهم والله ما عندي معلومة لكن هما جزيريين والله ما نكذب عليك ولد زيان دونك بكري بكري شوف كانت جدودهم هما بالك جدهم واحد لو كانت بدأ تتحوص تحوص تصيب أنه ما مشى والحركة ولد زيان هذو تصيب جدهم واحد والله أعلم وقلت قاعد معنا الدكتور يزيدي يقول لنا برك بس هو يقول لك جوا من من الغرب المغرب العربي والله يعلم وتوطن وثم بص في القديم الزمان عام جزيريين دور كما بص جوا في القديم الزمان والله يعلم الله لأنه هذا المشروع تهداعش اللي هو في الأصل المشروع هذا بدأ في سنة 85 نظن وهذا الملف يعني هذا المشروع لأنه مشروع خطير جدا وكان اسمه الحقيقي هذا الملف تأسيس هذا الجماعة هو عش الضبابير هذا العملية هذه سموها عش الضبابير يعني معروفين عندهم ملفات حتى اليوم يعني يحكي كيسينجر في المذكرة تاو يقول باللي كاين حتى يعني كاين مخططات وكاين مشروع وسماها المشروع هذا اللي سماها الياقوت الصفراء اللي لاحتلال السعودية في 12 يوم وكيسينجر معروف إنسان خطير من الدولة العميقة في الولايات المتحدة يحكي يقول باللي عبار النفط في السعودية لكن هي ملكة للولايات المتحدة لكان غدوة درعنا السعودية نقدروا نحتل السعودية في 12 يوم هذا المشروع ديرو كيسينجر في وقته أكت تخيل دونك عشر طبابير اللي هو داعش اللي يسمى واحد دولة كذا العراق والشام اللي يسمى على لغته الأمية في الحقيقة دونك دونك هو ما يعرف شوش معناتها داعش داعش هذا هو امتداد للقاعدة وامتداد للطالبان وامتداد وامتداد البزاف أمور لأنه هذا الأمور هذو اللي خلقوا خدموا المصلحة حتى الولايات المتحدة لو كان ما كانش كين داعش وما كانش القاعدة وما كانش طالبان وما كانش الأخر لو كان نرى ونحل الملف متى أفغانستان مع الاتحاد السوبياتي يعني قبل الوقت ما تتوردش روسيا لأنه العالم قاعد واحد ضد روسيا تاحت سوفياتي ماشي روسيا في أفغانستان وحتى يعني كنت بدأت تحوز تشوف الناس هذو اللي راحوا باشي حاربوا ثم شكون اللي داهم بدتهم السعودية وسامة بن لاذن وسامة بن لاذن اللي راح من السودان الباكستان شكون اللي داه ها شكون اللي خلف الثار هي طائرة أوكرانية والطيار الروسي طيارة اللي دات وسامة بن لاذن بالخرطوم الباكستان هي طائرة روسية وطائرة أوكرانية والطيار الروسي هذي في وقت وسامة بن لاذن انهار اللي البشير قال له ترفض روحك وتروح لأنه صراع مشكل بين جماعة أيمن الظواهري وبدأوا يعني بدأوا يعني وعراوة وسامة بن لاذن اللي خرج من السودان مداش معه دولار واحد يعني الدول قاعد راح مو فيه في السودان يعني كل حق الباكستان ما عندوش الفراك على لأنه عبدالله عزام على قتله لأنه بزاف الناس ما يعرفوش باللي وسامة بن لاذن هو اللي اقتل عبدالله عزام وحصل في جماعة سيف عبدربو سيف نعم صحوة مش عبدربو سيف هو اللي قتل عبدالله عزام عبدالله عزام قتلته القاعدة لأنه عبدالله عزام كانت عنده أموال وكانت عنده أرصيدات تعالناس لأنه كان عنده مكتب خدمات في باكستان اللي كان يمول المجاهدين اللي سماوهم المجاهدين وحتى الكتاب يعني الكتاب اللي كتبه عبدالله عزام اللي ما نروي جولوش حنايا يعني فيه خرافات تعالناس اللي يحفروا في كازمات وسمعوا الناس تشاهد والناس تكبر لداخل تحت الجبل حكاية حفنة طراب ترميها على دبابة أمريكية تنفجر الدبابة يعني جاب لهم واحد الأكاذيب هذا عبدالله عزام اللي ما يعرفش عبدالله عزام ومتأثر بالفكر تعبدالله عزام هو اللي جاب محمد قطب اللي هو أخوه السيد قطب هو اللي جابه الباكستان وهو اللي كتابه ومعروف يعني محمد محمد هذا قطب أخوه السيد قطب اللي هو مصري متعصب أكثر من أخوه أخوه كفر الناس لكن أخوه محمد قال اللي ما يجاهدش يروح للنار وقال اللي ما يشاركش في الحرب الأفغانية يروح للنار وكفر قال الملوك والأمراء تأسسعودية ثم دارت عليهم السعودية لأنه الطالبان هو مشروع طالبان والقاعدة ما تفهموش بينتهم لأنه القاعدة فيعني كي تشوف الشيخ مسعود ما عندوش نفس المنهاج أنت عبدالله عزيزي سي بورساق قتلته قاعدة لأنه تحالف الشمال بقيادة الشيخ مسعود هو إنسان يعني سني مية بالمية خضي الشيعة لكن عبدالربوسيا في الجماعة هذو اللي كانوا معهم واللي كان يسوق فيهم مشكون جزائري عايش في بريطانيا اليوم وراهم ونظر اليوم ويقري الناس كيفاش يعني كيفاش قلبه الأنظمة اللي هو عبدالله أنس اللي اسمه بو جمعة بو نوة اللي هو من مدينة بالعباس ونعرفه كيفاش يعني تصل بقناة بريطانية باش يكون مراسل تا القناة البريطانية وجاوليه للتزاير هذي رعنا نحكيه لكم مقبل الفيس هذي في حوالي خمسة وثمانية ستة وثمانية وجاوليه وأرضوا ليه مشروع أحسن وفيه مدخول من يخدم مراسل تا البي بي سي لأنه هو طلب باش يكون مراسل صحفي في قناة البي بي سي في ذاك الوقت لأنه ما كانوش كاين بزاق كان كاين الوالد انتا سوريا أبو أماما اللي يشتغل يمات مراسل سوريا أبو أماما الصحفية القادرة اللي نحن نحييه بمناسبة مبادش بدروحوا دونك هذا هذا بوجم عبو نوة اللي يسكنوا في بلعب بس يعرفوه يعني هذه أكيد اتصل بهم جاءوا له للجزائر وتلقوا به في العاصمة وعرضوا عليه أنه يروح وكان واحد الإنسان يتلقى به ويختم معه وبريطانيات وفروا الحماية وكيما كان الحال في أقل من أسبوع لم ترهم يعني كان الإنسان هذا مفلس ولم ترهم وراح للسعودية وصدفة هو يقول باللي صدفة اتلقى بعبدالله أعزام في السعودية وديه للدار وعرضوا عليه في هذا كل وقت أنه يزوجوا بنته لأنه هذا بوجم عبو نوة متزوج ببنت عبدالله عزام دونك عبدالله عزام اللي كان منظر تعل الإرهاب في أفغانستان خلاصوا عليه جاء الناس هذا يطي بنته لبوجم عبو نوة لأنه بأمر من الحكومة البريطانية دونك ولا هو يخدم لصالح لأنه كان عامل المخابرات البريطانية في باكستان وبدأ يراسل ويدخل للأفغانستان وتلقى مع الشيعة والشيعة اللي كان قبائل شيعية الداخل في أفغانستان ومعروفين المناطق يعني ممنوع توقب ممنوع توقب جيم الجنوب وتطلح تل الشمال وتقسم أفغانستان وطيارة تقسف ومتما تموت والناس كي ناس اللي قبلوا قتلوهم وأفغان لأنه الأفغان كانت ما يضحر بيناتهم بين الشيعة والسنة بداخل في أفغانستان هو ما قتلهش وبالأكس كرموه وكلوه وبدأ يأكلهم مع الخوميني وحكى لهم كذا ويغني لهم وكذا هو اللي قال هذا الشيء بعظمة الإنسان من بعد يدخل ويروح ويتلاقى بالقيادات انت رباني وانت عبدربوسيا يتلاقى بهم في أفغانستان ويعودون لباكستان ويلقي محاضرة بحضور أسامة بل لادن اللي هو كانت عنده قيمة أكثر من أسامة بل لادن مع العلم الإنسان اللي كان يمول في مكتب الخدمات اللي كان يقوده الأستاذ الجامعي في جامعة بيشاور هو عبدالعزام من أصل فلسطيني وعنده جنسية أردنية وكان عايش في السعودية والجامعة اللي كان يقرر فيها في السعودية دار التو أمامها الجامعة باكستانية بعثوه في بيثة ومبعد استقال من الجامعة السعودية وقعد ثم لأنه نصاب فيها اللقط أمريح فيها درعب دونك نهار اللي جاء وسامة بل لادن الناس اللي ما تعرفش وسامة بل لادن سبب خروجه من السعودية للسودان ماشي من أجل الجهاد لأنه حلوا ملف قتل خوه وطيع به مرواحية خوه كانت عنده مرواحية وشركة بل لادن شركة كبيرة في ذاك الوقت كيمات باباهم خلاهم أصرهم يمنيين باباهم يمني متزوج بسورية شيعية لأنه يمات وسامة بل لادن شيعية من سوريا كيمات باباهم شكونا اللي رباه رباته يمه بل لادن عنده فيه عمره 19 سنة باش ما يعاقبوش القانون نقسولو عامين رجعوه 17 سنة واخوه معروف اخوه اسمه سليمان ولا سلمان ولا كذا شكونا اللي طيح بها اللي طيارة هو اسامة بل لادن هو اللي التعامل مع الناس يقولوا أنهم مخابرات أمريكية اللي نفذوا هذه العملية هما أمريكان لأنه كان رايح يستحوذ على الملك انتاء اللي خليه بابا شكونا اللي يجينيه يجينيه أخوه الكبير اللي من أم سعودية دونك قتله نهار اللي فاقل هذا التزوير وتسربت المعلومات أهرب هو راح تخبه في السودان وشكونا اللي الدهل السودان الدهل السودان هو حسن الطرابي حسن الطرابي علقته بمن بالإخوان المسلمين في مصر اللي مراحوش يحربوا من بعد كي كريو المعسكرات تعد تدريب في باكستان متفهموش كان معسكر درزي معسكر شيعي معسكر أسما بلادن كان معسكر اللي سيطر عليه لأنه قاع الناس هذو يعرفهم فيهم الأفغان العربي لأنه كانوا كينين من قاعد دول كان من القوقاز كان من روسيا كان دول كان ناس جات زي ما باش تحارب اللي فيه غير العرب لأنه أسما بلادن تكون في السعودية مخرج من السعودية ضيف شوية في اللغة الإنجليزية سعدته معسكر الفاروق كين معسكر صلح الدين الأيوبي كين الأنصاري هذو معسكرات كانوا يدربوا فيهم الأفغان ولا الناس اللي روح هذو يسمى هم المجاهدين هو كيراح لهذا المعسكر هو شيعي وهو ما سنة لأنه باش يسيطروا ليه هو ما يعرفش السلاح وما هوش متكوين تكوين أسكري أطلب من الإخوان المسلمين بأثوله ضابط اللي تم تسريعه من الجيش المصري اللي هو كان ضابط برتبة عقيد في السعيقة في مصر ومعروف دير التير هذا يعني قتل حتى العرب اللي راحوا يحربوا في أفغانستان وكان أجون دوبل وراه اليوم عايش في الولايات المتحدة الأمريكية